اشتركوا في القناة وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المشهل مناقشات علمية واساليب حديثة في مؤتمر الخليج الاقليمي للرياضة هذا المؤتمر ركز على بناء وتقوية مهارات الطلبة والمعلمين وهدف الى بناء مجتمعات اكثر صحة وشمولية من خلال الرياضة بالنسبة لنا معلمات من مملكة البحرين وجودنا هنا هو العرض قصص النجاح اللي صارت خلال ثلاث سنوات من بدء برنامج الى اليوم هذا البرنامج انطلق من قبل ثلاث سنوات تقريبا بعد ثلاث سنوات حاولت تجمع الخبرات من دول الخليج العربي بالاضافة الى يوكي وأطلق بهذا المؤتمر راح نفعل البرنامج بشكل اوسع راح يكون نستهدف فئات مختلفة خارج نطاق اللي عملنا معاهم السنوات اللي طافت برنامج المؤتمر شمل على عروض قدمتها الوفود حيث سيتم عرض قصص نجاح البرنامج في كل الدول المشاركة كما سيشارك صناع القرار في فعالية الطاولة المستديرة التي ستناقش مستقبل البرنامج في الخليج العربي المؤتمر فائدة ان تقويل العلاقات الشخصية وتقويل روح القيادة فيك لما فينا ايضا عن نصر ثانية نفس مثلا العمل الجماعي نفس مثلا حب الاخرين نشلون نتعامل مع الاخرين حتى لهم مبنفس جنسياتنا استفادنا من المؤتمر ان نتعلم من قيد الطالبة ويدورة الطالبة التعاون معهم في مهارات عديدة عشان نتعلمها عشان نتعلم من قيد الطالبة استفدت كثير من الاشياء وظفتها في حياتي اليومية اولها القيادة تعلمت كيف اقود المجموعة ثاني شي العمل بمبدأ الشورى كنا نتشاور دايما في القرارات وتعلمنا كيف نتخذ القرار في الاوقات الصعبة تعلمنا كيف نتقبل النقد ونكتشف الاخطاء استفادة ان شوننا رح نعرف نتنظم وشون نرتب وشون رح نتعرف نتحكم وننظم مجموعة من الناس وشوني اكون قائد واديرنا الناس وعلمها طريقة الصحة جسر ممتد بين جميع الطلبة والمعلمين المشاركين من مختلف الدول لتبادل افضل الممارسات التي لها اثر ايجابي تطوير مهارات الشباب المطلوبة للازدهار في المستقبل التربية والتعليم شعار مفاعل فعلا وبدلائل ويأتي المؤتمر اليوم شاهدا على ذلك من خلال دمج المهارات العلمية والخصال الشخصية لانشاء هذا التجمع الذي ضم اكثر من خمس دول وبمختلف الاعمار شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين